بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الحلقة الثالثة من كرس تنظيم الحاسبات أو الكمبيوتر أورجنيزيشن هنشرح لك النهاردة الدرس الثالث في المنهج، وهو شرح تصميم سجلات التخزين أو رجيسر فايلز ديزاين لو أنت ماشي وفقاً للمنهج، فكل ما نعمله دلقتي لحد الحلقة الثالثة دلقتي والحلقة الرابعة أيضاً، سيبقى كل هذا مندرك تحت شابتر بي أو أبيندكس بي الحلقة الثالثة، ستحتاج لك مقدمة، لكي نعرف الكرس تتكلم عن إيه ودخل فين ومكانه فين وموقعه وكل جزء منه سنعمله، سيقاب نعمله ليه، لكي أنت فاهم بس إيه خريطة المادة، لا تقلق من نحفظك الكلام يلا أخذ ALU، يبقى أخذ ALU، من دي يبني؟ لا أعرفش، فده كان هدف أول درس، الدرس الثاني خدنا ALU كأول مكون موجود داخل المعالج أو البروستر، أو اللي هو الـ CPU الذي سندرسه شرحنا تسميم الـ ALU، ودخلت لك بالتفصيل، وده يعتبر 24 صفحة من الـ 28 بتقوية شابتر B، ده تفضلنا أربع صفحات في المقررات أنا أشرحهم عندي بطريقتي، وهي نفس المحتوى بالضبط، وهو الـ Register File، ما أردتشا كاروتهم لك في آخر الدرس كده، وقلهم لك وخلاص، هم فاكرتهم بسيطة جداً، وإن شاء الله مش نطول فيهم، ولكن تأخذ الحاجة على أصولها، أنا زي ما قلت لك، معلش ولاية جداً على التأخير، أن أنا أتأخر في التنزيل، ولكن زي ما قلت لك، أنا هيهمني أنزل الحاجة نظيفة شوية، عشان تنفع الدفعات الجاية، أحسن ما كاروتها لك دلوقتي، وتتبسط أنت مني شوية، لكن أمانة اللي قدام هيلاقي كلام مش مش جودته عليه، فخلينا ننزل براحتنا، إن شاء الله، وأحاول أن ننزل قدر إمكان بسرعة، هنكلم نهاردة عن إيه؟ عن Register File Design، هتلاقي الفيرس زي كل مرة ما نتعود، هبدأ لك مقدمة أشرح لك فيها الحاجات التي أنت محتاجها، عشان تفهم الـ Register, في الأخر أثبت لك أنك تقدر تصمم Register File محترم من أول آخر، وبيقرأ ويكتب بسهولة شديدة وبدون أي معاناة، والكلام هيبقى منطرتب، هتلاقي كلام مكتوبين، لو حبيت ترجع له تقدر ترجع له بسهولة وفيه صور وتوضيح وكلام زي الفلق دعنا احبار نروح على البورد بره ويقول لك ان الموضوع فعلا بسيط جدا هنتكلم عن ايه؟ اولا قبل ما اشرح لك اي حاجة لازم لك تفهم حتى نتكلم عن ايه نهاردة انت درست الحاجات الـ CPU بشكل عام هيعمل حاجة اثنين الـ CPU بشكل عام بيعمل عمليات حسابية عشان اتعمل معاهم احتاجها فهم الحاجتين دول ازاي اعمل عمليات حسابية ومنطقية وعمليات عموما خلينا اقول كلمة عمليات والحاجة التانية ازاي اقدر اتعمل مع فكرة التخزين دي اشهر مبدئين محتاج تفهمهم لحد الان في تعاملك مع الـ CPU دول اول حاجتين خالص في الحياة لو حد قال لك ان عندي معالج يبقى انا محتاج افهم ازاي يخلي المعالج يعمل وظيفة معينة يعمل وظيفة ما جمع طرح ضرب اسم مش عارف ايه روح يجي ودخل ده الحلقة اللي فاتت كمقدمة عنه خدنا الـ ALU اللي هو اكبر جزء داخلها او اكتر حاجة بتعمل عمليات حسابية ومنطقية داخلها اللي اسمها الـ ALU بتاع الـ arithmetic والlogic unit الحاجة التانية ازاي لما هعمل عملية على رقمين اولا الرقمين هيكونوا متخزنين فين ثانيا النتجهم هيتخزن فين معنا ما يفعش اقول لك اعمل عملية جمع والنتج جرمي في الهواء لازم اقول لك هتحط النتج ده فين فعشان كده جاءت فكرة التخزين ده لازم لازم لما تدي السي بيو ويجي اول حاجة في الدرس خالص درسالك الـ ALU لازم يعقبها بدراسة التخزين ازاي بنعم عملية تخزين جوه الجهاز عندنا لما كنت انت في لغة السي بيو بلاس بلاس لما شرحناها كنت تيجي تعرف متغير تقول انت اكس وبعدين تقول انت وي مثلا حلو وبعدينتهم قايل ان انا هقول زد بتساوي وحط جواها مجموع الـ x والـ y بعد كده هايه هسي قاوت الزد مثلا حلو كل انت عملته ده محتاج اولا ابن ما اقول لك اول حاجة عمتها في اللغة ايه حجزت مكان في الذاكرة خزنت جوه الـ x قلت سميته x عشان اخزن فيه قيمة بتاعتها اللي انا هحطها فيها قدام وده حجزت لي مكان في الذاكرة اسمه y حلو وبعدين حجزت مكان ثالث اسمه زد ونفوض ان انا كنت اعرفه الاول مهم يعني خلا انا اعرف الزد اي ان يكن حلو حجزت مكان ثالث اسمه زد و بعدين عملت عملية حسابية بص الكلام بقى يبقى حجم اثنين يا تخزين يا عمليات او يا عمليات يا تخزين ده الف في التعامه مع الـ cpu مش بس اه في حاجات تانية جوه كتيرة بس ده ان جنرال من برا كده تبقى مقسم الدين يا فدماغه في عمليات حسابية اللي موجودة فاكرا لما اصرحتها فاقول درس قلت لك الـ cpu بيقى جوه حاجة اسمها ريجسترز حلو الريجسترز دي هي اللي بعمل فيها تخزين مؤقت للبرنامج عشان ابقى قادر اوصله بسهولة من خلال الـ cpu وانا مشغله او لما بقفله بيروح التخزين ده خلاص فينه عام من الميموري ميموري دائمة دي اللي هي الهارد ديسك اللي هو الهارد بتاعك ده بخزن وقفل الجهاز وارح عنام ووضح عليه نفس الكلام عليه لكن اما بشغل البرنامج بيتلاقي بيحصل عملية ايه؟ لما تفتح ايه برنامج لو فتحنا مثلا نوشن ده حلو بيعمل عملية ايه تحميل بيحمل ايه يعني بيحمل يعني بيعمل عملية لودنج مش عايزين الكلام يزر عشان ايه حلو لودنج يعني بينقل البيانات بيعت نوشن من الميموري الاساسية اللي هي السابتة اللي لا بتتغيرش اللي هو الهارد ديسك بينقلها على الرام او اللي هو الريجسترز اللي باتكلم عنها دي عشان يبقى السي بيو سهل يتعامل معاها طب انا اعمل ايه؟ وهي شغالة والبرنامج مفتوح بابدأ اضيف او اشيل او اعمل مهم بابدأ اشيل اضيف بيانات مثلا انا اكتب مثلا حاجة عليه او امسح بيانات او اعمل عملية معينة فانا اعمل اتعامل مع البيانات الريح جاي من خلال السي بيو عن طريق مين؟ البيانات السريع اللي هي المكان المؤقت بتاع التخزين اللي هو الريجسترز فهندرس النهارد نوع معامل من التخزين هو الريجسترز لان ده اكتر واحد مرتبط بالسي بيو ارتباط وصيق ليه لما استخدماش لما اتعملاش من السي بيو على الميموري مباشرة الميموري الكبيرة السابتة لانها هتبقى بطيئة جدا لانك الميموري دي ضخمة فهم تتصور مليانة الهارد عندك كامل 512 جيجا واحد تيرا فرقم كبير فحد فانا باخد منها حتة باكت جيكا صغيرة وانقلها في مكان تخزين تاني المكان تخزين تاني سيبقى سهل قوي ادور جواه واتعامل معاه عن طريق السي بيو فانا بعمل حلقة وسيطة كده بينها وبين السي بيو بس ده الفكرة عشان بيحصل دوي عشان بيحصل عمية لودنج لما تفتح اي برنامج اللون جدا معناه بنقل القطع اللى انا هشتغل عليها اللى هو البرنامج بنقله للمكان اللى هشتغل هنا هنطرع زاها نهاردة ايه هيا ريجستر زي من جوا عشان تتدرسها محتاج تفتكر معاى حبة معلومات سابقة ايه هي اي دايرة بنشتغل عليها في الكمبيوتر فتشتغل بنظام الديجتال كل الكمبيوتر شغال ديجتال ما بيجيلوش حاجة مفيش من جوا كمبيوتر حاجة شغاله انالوج نفسه داخل الكميوتر لا يجعله شيء مثل الصوت والضوء الحرارة لا، كل ما يجعله يقيمة يقيمة ثانية كلمة ديجيتال تتراوح بين قيمتين ليس شرط صفر واحد، نرمز لهم بصفر واحد لكنها في الفولت، نبدأ نكلم عن الفولتية أو على الجهد ممكن من سالة 5 إلى 5 هذا بالنسبة لي هو الواحد و هذا الصفر مجازاً هو القيمة العليا و القيمة السفلة يمكن أن يعمل من صفر إلى خمسة، خمسة فولت و صفر فولت هذا هو بنزال الشحن والتفريغ، أو مشحون و مفرغ يمكن أن أقول لك أن أعمل من 1 فولت إلى خمسة فولت دعونا نقف هذا المعلم حلو، وهكذا فأنا أي شيء شغالة بين قيمتين أو تتراوح الجهد بين قيمتين نسمي هذا السيجنال نسميه ايه؟ ديجيتال سيجنال إشارة رقمية، أظن أنك ده خدته في كورسات كثيرة طيب، الدوائر اللي شغالة بالإشارات دي، نسميها ايه؟ نسميها ديجيتال سيركس سيسميها الـ ديجيتال سيركس، وأنا سنجزك على طول هنا ديجيتال سيركس يدي منهم نوعين، تعالوا بقى أنني أقولين هنا عندي أي ديجيتال سيركس كلمة ديجيتال سيركس اللي هي دوائر اللي شغالة بالسيجنال اللي هي الرقمية عندي منهم نوعين شهرين جداً، بيتعم بهم في الكمبيوتر النوع الأول، النوع الثاني النوع الأول اللي أخطلت مناطك، كما ذلك زمانة الـ combination الـ combination أو اللي هي دوائر التوافقية نسميها كابل العربي التوافقية النوع الثاني نسميه sequential أو نسميها الدوائر المتتابعة أو المتسلسلة نسميها زي ما تسحب العربي متسلسلة جميل اسمهم معبر جدا عن معناهم ايه الفرقة بين الاثنين كنا بنقول زمان باختصار شديد تليني كذلك كياندا بالتفصيل في الورق الكمبينيشنال هي اي حاجة تحتوي على البوابات المنطقية دايرة جواها بوابات منطقية and or not xor xnor بس اهم ميزة فيها ايه ان الoutput الoutput بيدبند على present input فقط يعني ايه يعني الناتج اللي طالك بيعتمد على الانبوت اللي لم يدخله الان مليش ضعب اللي فات الانبوت اللي دخلته المرة اللي فاتت او المرة اللي قبلها او المرة اللي قبلها ما بيقصرش على الoutput اللي خرجت لقتي ليه لانه خلاص اللي بدخله بيخرج انا عندي بلوكة ايه دي سيركت سيركت معانا من النوع الكمبينيشنال بدخل input يخرج out بدخل الانبوت جديد يخرج out جديد مليش اي دعاب اللي دخلته من شوية لا تحتمدش على الماضي لا تحتمدش اي عنصر من عناصر التخزين بنقول ان الكمبينيشنال لا تحتمدش فيها نوميموري لا تخزينة فيها يبقى الدوائر الكمبينيشنال لها اي دايرة احفظ تعريف كويس وفهمه عشان ده اساسيات حقيقة قدام مش بتكلم عشان الكورسة تعالى بس او ما اقول الكمبينيشنال معناها ان انا عندي مجموعة components خاصة البوابات المنطقية and على اور على نطع and be on تشكيلة كده طلعت الدايرة لها وظيفة معينة ايه بقى اهم الميزة في الوظيفة دي انه انما بدخل لها input معين بيطلع out.out معين خلاص الout.out بيبند على مين على الامبوت اللي دخل له الان مش الامبوت اللي دخل من شوية ولا الامبوت اللي لسته جايل له لا هو الامبوت اللي دخل الحال present input الامبوت اللي يخش يطلع out على طول كده مباشرتك على سبيل مثال زي ايه زي الهاف ادر زي الهاف او الاتش ايه الهاف ادر والفول ادر حلق وقع الى اخره فهم الفكرة ايه ايه اذا على سبيل مثلا قلت لك اجمع زيرو على ون على مثلا ايه اجمع حاجة من منظر ده زي ما اخدنا الدرس اللي فيه هتقول صفر واحد 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 صفر معناه الواحد واحد وصفرين واحد ايه اللي انت عملته تلقتي انت كل الامبوت بيجيلك ادي two inputs على بعضهم اداني output هل قلت له استنى هروح اشوف العملية اللي كنت عملها بتاعت الجامع اللي مش عارف ايه لا مفهاش مفهاش حاجة تعتمد على اخر عملية جامع اللي انت عملتها مش قضي الديجيط اللي قبلها لا عملية الجامع اللي عملتها في المكانين دول فهو نفس الكلام اي دايرة لا تعتمد على الاود بتاعها لا اعتمد الا على الانبوت الحالي فقط بنسميها combination circuit على سبيل المسائل او عملت لها حاجة من منظر ده مثلا يعني او خلينا نقول عملنا ايه وبي خدناهم كده ودخلناهم على اند والنتج مثلا خدنا منه فرع كده عملنا على مع ال ايه على اور اي حاجة حلو فطلعنا فرعين بالمنظر ده هل الدي الدايرة دي لو دخلت الاي مثلا بواحد والبي بواحد النتج يطلع ايه هيتطلع حاجة وحاجة خلاص مباشرة دخلت ايه بتطلع اوبي هل قال لي الاود بود ده استنى اشوف اخر مرة هتتدايرة شغالة فيها كان الاوت بود تطلع بكم اقول له لا مفيش كلام ده سعبها بنسمي النوع ده اصلا بنقول ان كلمة كده مميزة لي بنقول نفس المعنى نو فيدباك مافهاش فيدباك مافهاش ارجاع فيدباك يعني مافهاش ارجاع يعني مافهاش ارجاع يعني ماتلاقيش الاوت بود راجع لورا كده لو لقيت ان الاوت بود راجع يأثر على الانبوت تعرف ده معنى ايه ان هي بتتأثر مش بال present state فقط مش بال present input فقط تؤثر بال past input بالموت اللي كان داخل المرة اللي فاتت في ال previous المرة اللي فاتت ال previous input على السابين بمرضيتنا وللو قنت لك او الب ال prim objective الجيء� ال Real بnos هلsemble هنا ان انا مين ده مين الاصفر اللي جاي ده يقع اعملا عن solution Being a عملا functionality عملت Feedback. يبقى ما يحصل فيه Feedback ينسميه Combination. حسنًا لو حصل فيه Feedback، إرناقنا عن نوع الثاني على طول Sequential. يبقى Sequential، الأوتبوت بتاعها. الأوتبوت بتاعه Sequential. يدبند على مين؟ على Present Input. على الإنبوت الحالي. والPrevious Input. والإنبوت السابق. بيقى فيه إرجاع، بقى راجع بالأوتبوت. يجعله أسرع على العملية الجديدة. لو أنت عملت أي بلوك هنا. حلو. دخلت إلى Input، خرج Output. هذه هي Combination. سأخبره الإنبوت الخرج. ويجعله يأثر على العملية لإدخال اللي جاية، اللي عليها الدور. فهيبقى بمنظر ده. يجعله يرجع ويخش للسيركت نفسه. فالسيركت ستتأثر بالإنبوت اللي جاية لها الجديد. مع الأوتبوت اللي كان خارج من العملية اللي قبلها. من آخر مرة شغلت الدايرة. هذا كده عملت عمية حفظ. لماذا؟ لأنني حفظت حاجة هنا عملة موجودة طول ما هي موجودة عمية تخش. طول ما هي موجودة عمية تخش. ده عمية تخزين. الفكرة Sequential. فكرة Sequential Digital Circuits. يبقى هي Digital Circuits. متقسمها Sequential Combination. ده مهم جداً. لماذا؟ لأن ده أساسه إن فيه Memory. فيه فكرة Memory. التخزين. إن أنا قدرت أحفظ Signal معاينة وتفضل موجودة طول ما فيه شرط معاينة أنا محققه. طول ما أنا مثلا دائس على الزرار. السيجنال موجودة وبواحد. طول ما أنا قفلت الزرار. السيجنال موجودة وبزيرو. فأنا كده أقدر تعمل عملية تخزين. عملية Saving. للإيه؟ للداتا بتاعتي. فكرة التخزين دي هي اللي نشأت بها فكرة الهارد اللي عندك. وفكرة الرام. وفكرة كل حاجة فيها تخزين. نشأت من هذه الفكرة. من الدايرة البسيطة اللي أنا أراجد لقتي. فهنا بنقول إن فيه Feedback. فيه إرجاع. وبالتالي أنا زي ما قلت لك. قلت لك حلقة الفاتي كتير جداً. وهو ده لك في كل حلقة متالية. لابد أن تكون عرفت المفهوم هذا. مفهوم Abstraction. Abstraction أو التجريد. حلو. بعد ما أنا قلت لك فيه ده. ده شوية تفاصيل شوية صح. هعرفك حتى شكل دائرة من جوه. وبعد ما نخلص. بالنسبة لنا ده Block مقفول. تجريد يعني إيه؟ من أهمل التفاصيل. خلاص. عرفنا التفاصيل في يوم من الأيام. دلاتي بقى هعملها كـ Block. هقول لك ده. بتاع تخزين. خلاص. تجريد التفاصيل وآخر مرة تأخذها. من هنا وراء سيقول لك فيه Register. بخزن جواه. هيعملك من منظر ده. مش يقول لك بقى أنه عبارة عن إيه. وبيخزن إزاي من جوه. أنا اللي هقول لك ده النهاردة. عشان تفهمه. تبع المنهجة. فببدأ التجريد ده. بدي أعمله في كل حاجة. لو أنت مستعش حقاة الفاتت. فصباح الفل. اخرج من الحلقة. طيب. لحد هنا زي الفل. اللي بتعمل التخزين دي. هنأخذ منها نوع مميز جدا. واسمه إيه. درست انت الرحل. السنة اللي فاتت في. اسمه إيه. اللوجيك ديزاين. اسمه الفليب. فلوبس. النطاطاط. أو بنسميها. أو بنسميها كده. النطاطاط بالعربي. لو أنت عايز تسميها. لأن هي بتتغير قيمتها بين إيه. قيمة والثانية. يا صفر يا واحد. يا صفر يا واحد. ما هي الفليب فلوبس دي. هتعمل إيه. قال لك لها أنواع منها كثيرة. دي دواير. ما هي إلا. بنستخدمها في التخزين. شوك. مش عايز لك تعرف حاجة غير كده. بنقدر نعمل فيها عملية إرجاع. تفيدنا في التخزين. التخزين إيه. عايز لو حطت زيرو على الجهاز. يفضل الزيرو موجود لحد ما أنا أقول له غيره. يفضل موجود. إن شاء الله سيبه سنة. يفضل موجود. لو حطت واحد. يفضل شغال موجود واحد على الأوتبود. الدايرة اللي عام بها كده. دايرة بنسميها أولاً. الفلفلوبس في منها أنواع. عندك الرس. أو الرس. سميها زي ما تحب. الرس فلفلوب. وعندك الكفلفلوب. وعندك الكفلفلوب. وعندك الكفلفلوب. كل ذلك لنستخدمه من النهاردة. ولا حتى في الكورس التعامل أدلقتي. هل نستخدم إيه؟ النوع الأشهر والأبسط. وهو الكفلفلوب. دي فلفلوب. أظن أنك فاكر الدكتور سامي فالت. عندما قال لك أن دي مهمة جداً. لأنها فعلاً ستصدمها في حيات كثيرة. دي فلفلوب هي الدايرة. اللي هتمكنك أنك تعمل الفكرة البسيطة قوي. فكرة التخزين. إن أقول له لو دخلت لك صفر. خلي معاك. لحد ما جاء أقول لك في مرة أخرى. خليه واحد. ثم نخلي ده واحد. وتفضل مخزينه. لحد ما أقول لك في مرة إن شاء الله سيبك سنة. طول ما أنا مغيرتش ده. تفضل واحد. لو جيت خليته صفر. طيب أنت تبقى صفر و هكذا. عملت فكرة التخزين. معلش اللي أنا خزينته ده مين. ده قيمته إيه يعني كام بت. بت واحدة. خانة. كلمة بت يعني خانة. أنا خزينته كام خانة. خانة واحدة. فبنقول إن دي فلفلوب دي. دي فلب. فلوب. دي بنسميها وان بيت. وان بيت ميموري. مثلاً خلينا نسميها كده مجازاً يعني. وان بيت ميموري. حاجة قدر أخزين جواها وان بيت. وان بيت للتخزين وان بيت. تستور عشان تستور عشان تعمل لعمية ستورنج. لوان بيت بحتاج واحدة دي فلفلوب. طب دي فلفلوب دي شغالها ازاي. قالك قبل ما قولك شغالها ازاي. تعال كده. أفهمك فكرة بسيطة قوي اسمها الكلوك سيجنال. لو أفهمها اسكيب. عادي خالص براحتك. بس أنا أفضل تمشي معي. أنا بعمل تسلسل كده للمعلومات. أحس بأنت خارج في حلقة. تحس ان انت متعلمش اي حاجة جديدة. أنا دهد فيه. أنا دايما تلاقي في اخر الحلقة عايز تقول لي. ايه ده وخلص. خلصنا. حاس انها فيش حاجة جديدة. العلم بسيط فعلا ده حقيقة. الصعب لسه مجايش. حلو. فيه كلوك. الصعب مش في الكورسي ده خلي بالك. الصعب مش في السنادي اساسي. كلوك سيجنال. يعني ايه كلوك سيجنال. هي حاجة باستخدمها عشان نعمل ايه. لو انت فكر من شوية لما قلت لك. انا عايز جيت. اعايز سيركت معينة. ادخل لها انبوت. ادخل لها انبوت. عبارة عن وان بيت. خلينا نحطها كخانة كده. وان بيت. هي السلكة ده وان بيت نفسها. هو انبوت ده وان بيت. ويخرج منها اوت بوت. عبارة عن وان بيت برضه. حلو. ايه اللي انك تريز اعمله فيها. اللي هي الديف لوف لوف دي. هدخل لها قيمة تفضل محفوظة. اقول لها مثلا خدي الواحد. هتفضل حطها جوه واحد. لما اعمل لنا تغيير. يبقى هذا صفر مثلا. يبقى ديه كمان تبقى صفر. اللي انا هعمله ده هعمله ازاي. لازم اخد بالي. السيجنال مش بتيجي بمزاجي. ما ينفعش اقول لك. يلا خد السيجنال. بعدين اوقفها. بعدين اخد سيجنال تاني. لا السيجنال ده بتيجي بشكل متصل. بيجي واحد ورا صفار وواحد ورا صفار. ورا بعضهم. انا بقى بعمل حاجة زي الكاميرا كده. امسك كاميرا الموبايل. لو فتحت كاميرا الموبايل بتاعك. اهو. وشغلت الكاميرا. كاميرا تحت الجهاز. وفتلاقي زرار تحت كده. هل? الزرار حتى لونه احمر. هل? تعال. جميل. لقط صورة. التقاط صورة. بيبدأ يظهر لك الحاجة اللي في الخلفية. وعملت. لو حركت الموبايل في القوضة عندك. تجد عمل يظهر لك شكل القوضة. لكنه لم يحفظ أي سرعة على الجهاز. لماذا؟ لانك لا تدس على هذا الزرار. لحظة ما تدس على الزرار. انت كده اخذت لقطة. فاننا بقى عايزين حاجة دلقتي. تعرفنا. لو جاي اللي سيجنال. لها اشكال كتير قوي. لها وضع كتير. امتى اخد قيمة من السيجنال دي. وعملها عامية حفظ. ما انا مش عايز للحفظ دي. لا اعرف ادهله بشكل مباشر. انا سيجيلي سيجنال كبيرة. وعايز اقول له. انا اوقف لك. هدوس على الزرار. تقوم واخد لقطة من اللي. تاخد قيمة من اللي. انا اوقفك عندها. اول ما اقول لك. دوس على الزرار. تاخد لقطة على طول. اللقطة اللي تاخدها دي. تحفظها في الاوبوت عندك. يا انا اعمل ده ازاي. عملنا حاجة اسمها. دي. ووظيفتها الوحيدة. تعرفني الاماكن اللي ياخد عندها لقطات. الاماكن اللي احفظ عندها البيانات. فانا اقول له مثلا. لو انت جايلك الانبوت بالشكل ده. مثلا. حاجة بالشكل ده. خلينا انشيل بقى المثال ده خلاص. حلو. انا هقول له دلوقتي. خد الاشارة دي. الاشارة بالمنظر ده مثلا. اي حاجة. حلو. وهسمي دي الكلوك سيجنال. هسمي التاني دي كلوك سيجنال. اوظيفتها. بتحدد لي الاماكن اللي انا هقرى فيها الناتج. اللي انا هحفظ البيانات بتاعتها. شد خط كده. وقل لي بقى البيانات لتتحفظها تبقية. انا اتبعت معاك. اللحظة اللي هدوس فيها على الزرار. اللي هيبقى هنا هحطه في الناتج. اللي هيبقى هنا هخزنه عندي. حلو. طب لو جدت دوس على زرار مرة تانية. هشير الصورة القديمة. وهخزن القيمة التي دست عليها الجديدة. طب. بنخزن من انه لحظة. ما تستجنى المليانة هي. قال لك الكلوك سايكل. هي اما بتخزن عند الصعود. يا عند الهبوط. ده كلام تخدته زماني. فانا اخزن عند الصعود هنا. كل ما قابل لحظة التابة دي. كل ما ما يحصل لي عامية توجلن. هختلف قيمتي من صفر الواحد. ككلوك. الساعة اللي مشغلاني. كل ما تصعد من صفر الواحد. هاخد لقطة. هشوف انا عند فين. في الامبوت اللي فوق. ده الامبوت. كل ما دوس لقطة. هشوف انا فين. القيمة اللي اخدها. هم نازل تحت. عاملها على الاوبوت. طيب. انا هنا لما دست اول لقطة. كنت فين. كنت قمت واحد. اي حاجة فوق هنا واحد. فانا قمت واحد تحت. حلو. طيب. يبقى انا كده. ممكن نبدأ من صفر مثلا. اهو بدقين من صفر. واول ما يجي عند اللحظة دي. الاوبوت هيطلع الواحد. وهيفضل مكمل. واحد بقى محفوظ. هذه هي فكرة الدائرة. حلو. كل واحدة من دول هتقرر. احنا هنكمل واحد. ولا هنبقى صفر. هنقرر هذه اللقطة الجديدة. هتبقى صفر. هتبقى زي ما احنا. ولا هتتغير. تقول لي ايه ده. وانت اددتني مثال الموبايل. ايهو الموبايل فيه. الاف الصور ممكن اخدها. لكن هنا انا ياخد صورة صفر. ياخد صورة واحد. فيش حاجة ثالثة. ففهم الفكرة. فاللقطة الجديدة لقطت عند كم. عند واحد برضو. ماذا تبقى فوق ده. جاء عند اللقطة الأخيرة دي. لا نفسه فين. لا نفسه عند الصفر. لا نفسه بالقطت وانا صفر. لا الانبوت داخله صفر. هيحفظ الانبوت ده وهو صفر. يبقى يعمل ايه. هينزل بهذا. ويقولك هو ده الاود بتاعك. يبقى الاود تماله. عملية حفظ حتى يتم التغيير. انا بفضل احفظ بيانات معينة. وتفضل موجودة في الدايرة. تفضل الاود بتاعها هو هو نفس القيمة. لحد ما اقولها تتغير. بقى قلتها تتغير عن طريق clock signal. مع الانبوت مع بعض. مش واحدة لوحدها. ده مجرد الزرار بتاع الكاميرا. لكن ده هي الصور اللي قد رأت منها. ما يفعش تقولي انا اشتغل على الانبوت الواحدة وطلع output. لا لازم حاجة تحددلي. انا اطلع من الانبوت. انا واحدة عشان تبقى هيجة على output. ده شوغدان تديه في الافلوب. هكذا تصير الامور في حفظ البيانات. تقول لي ماشي. مين السحر اللي داخل ده فليفلوب يعمل كده. انت كده كناك بتتكلم عنها كده عاقلة. اقول لك لا. مجرد شوية gates. رصناهم جميع بعض. مش مصدق تعال ورليك. طبعا كل ده هرجع لك دهاتي. واخليك تكره. مش مبسوط بس مش اكتر. اجرب على دي اللي انا قلت لكم شوية. تعال بقى. ده السيركت يا معلم بتاعت. دعنا ناخد الكوب ايه. هيا ده ده فليفلوب. هيا ده بالظبط. ده فليفلوب تعمل ايه؟ اهيه فيها ارجاع. يبقى sequential circuit. طيب. بيقولك لو فيه input داخل اسمه دي. دي جاء من كلمة delay على الفكرة. لو عايز تعرفينها. دعنا نفترض انها data. انا افترض اي حاجة. ده input. دي وظيفتها انها input داخل. عايزين نتأكد ان اللي هتدخله هنا على ال input. هيتخزن في ال output. القيو دي هي ال output. وده ليس الا مقلوب ال output. يعني حاجة ملاش عايزة تلقطة. هقولك ايه لازمتها بس ان يتشغل بقية الدايرة. بص ما بنرجع بيها اللي ورا. فهي اي حاجة تبقى هنا دي هتبقى عكسها. خلينا بس تلقطة. لو فرنح هنبدأ مثلا. عايزين نحط هنا على دي one مثلا. حلو ان نحط one. ايه ايه ده. ده السجنال. ده ال clock signal. ده البتاع اللي بيشغل. ده اللي هقول له القط او ما تلقطش. اخد لقطة او لا تأخد لقطة. لو قلت له واحد يقول له القط عند اللحظة دي. لو خليته بصفر عارف. لو حطت هنا البلاء الأزرق. ليس يتقري اساسا. ليه لانك موقف الجهاز. ال E دي اكي انك موقف الدايرة اساسا. لان صفر هيخش على اثنين اند. الصفر يخش على اند بيعمل ايه؟ بيبوضة. يخليها تطلع صفار. فانا كده ليس بقى اكل شغال خالص. انا عايز اقول له لا. لا اخد قيمة اشتغل خد لقطة. خزن القيمة الحليلة على ال input. طيب تعال نشوف ال واحد ده يخش هنا. هيتقلب. هيبهنا صفر. وهينزل تحت زي ما هو. هيبهنا واحد. وهذا ال واحد هتتوزع على ال اثنين اند. كده ال اند اللي فوق عليها صفر و واحد فهتطلع صفر. وال واحد و واحد هتطلع واحد. كده ال واحد دخل على مين؟ على النور دي. نفي ال اور. دخل عليه. خليها دخل وخلاص. والصفر دخل هنا برده. هنا ال q bar هترجع. q bar. وال q هتنزل لي ب q. مهما انتجن قيمتها. انا بتكلم ان جنرال ده 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 ده. اي حاجة عمل لها اور. خلينا ساكم النوت ده 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 ده. اي حاجة عمل لها اور مع واحد. تدينينا كم. واحد زايد اي حاجة. واحد اور مع اي حاجة بواحد صح? انفي ال واحد يطلع لك صفر. حلق؟ طيب. هذا الصفر ده ورجع ورا هنا. هذا الصفر ده. رجعنا هذا الصفر ده. رجعنا هنا الصفر ده. صفر وصفر كم؟ كور. صفر. اعمل لها نوت. تطلع بواحد. يبقى q تلعب كم؟ بواحد. عارف يعني ايه؟ واحد. طلع واحد. بس خزينا. يعني هي خدعة. ال logic gates داني خدعة. خدعة فعلا. بنعمل سيركت تخدع المشاهد. بس المهم ان تعمل الوظيفة في الاخر. مهم ان انا تتتبعناها. وعملنا استقراء لقينا ان كل الحالات شغلة صح. لو حطيت هنا واحد. سيطلع واحد هنا. لو حطيت هنا صفر. نجرب كل الهصة دي. عشان تعرف ان ان نخزن ازاي ما. لا تفكر ان كم سحر يعني كم عبط. دعنا نشيل ده كله. حط هنا صفر. حل. هيخش لك هنا ايه؟ واحد. وهنا هينزل صفر. ديت وزعت. بس عملنا النط هنا عشان نقلبها. هنحط الايه بواحد. يعني بقول له خد لقطة. بقول له اشتغل. خليك معاه شغال. خزن لي هذا الصفر هنا. لأن لو هذا مقفول. انا كده 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 لا تخد لقطة. انا مش ده اللي عايزه ده. انا عايز اخد لقطات. انا عايزين هذا الانابل يبقى واحد. فكده الواحد ده مع الواحد ده. والصفر ده مع واحد. طيب دي هايحصل ليه. هتخرج صفر لان دي انت. وفتخرج واحد غير لو كله وحاية. فهنا هتخرج واحد لان دي اتنين وحاية. طيب تعال نشوف بقى الكيو ده هترجع. بالراجع كده وراء. والكيو برد هترجع فوق بنفس الكلام. حلو. واحد اور مع اي حاجة في الدنيا. اين يكون هي ايه. ها يدينا نتج واحد. ننفيه يطلع صفر. حلو. وهنا صفر. اصلا جاء لنا من فوق صفر او. فنخلي دي صفر. صفر مع صفر. بايه بصفر. ننفيها عشان دي نور. في الوقت تطلع واحد. ايه اللي حصل. دخلت صفر. اتخزن صفر. بس كده. وهيفضل راجع بقى الموضوع ده Cycled. يعني لو انا دلقتي خلاص. وقفت الكلوك. حلو. هيفضل الصفر موجود هنا. مش هيقول لنا اهم شي. هيفضل موجود. هذه فكرة التخزين اللي كنت عملها لك من شوية. شفت فوق. فدلنا سابتين على الواحد. سابتين عليه ليه. لان السيجنال مش بتتغير. الكلوك على نفس حاله. فهو ده اللي نتكلم فيه النهار. هي دي فكرة التخزين. عارف بقى مبدأ التجريد اللي شرحت لك من شوية. اللي شرحت لك من شوية. اللي شرحت لك الحلق الفاتحة حتى. انا عمليه دلوقتي كده. 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 اهو. اقفلناها علبة. هقول لك انت عندك علبة بتعمل عملية تخزين. اسمها دي flip flop. بيخش لها input. بيخرج out. وفيه signal. فيه. بقى فيه clock signal. بس كده. هي دي clock signal. تعال بقى وريرك ازاي. هيبع عندك مبدأ التجريد. نحن بننم حاجات معقدة ببعضها كده. ونبدأ نشتغل عليها بشكل مسلم دي. خلاص معروفة. اهو. بنعمل علبة كده. وبنعمل هنا حاجة اسمها ال D. وحاجة اسمها ال clock. حلو. وحاجة اسمها ال output. اللي هو ال Q. اهو. بيبقى داخل لها input. خارج منها output. وداخل لها clock signal. سعاد بيعمله clock بالمنظر ده. ممكن تكتبها C. ممكن نعمل حاجة كده. مسلس كده. بس دي كده clock. سعاد بيبقى عاملين برده ايه. سعاد بيعمل لك هنا Q bar. ويخرج two outputs. مش فرق خالص. ده وعكسه. يعني خرج output والعكس بتاعه. مفيش اي فرق. مهم انني همني مين هو ده. ده المهم بالنسبة لي. ده اللي بخزن جواه. اللي هدخله هنا هيتخزن هنا. المربع ده بيعمل ازاي؟ خلاص نحن نفتح فاصيله فوق. اللي نحفظه بقى ايه. لو حطتنا هنا صفر. يطلع هنا صفر. لو حطتنا واحد. يطلع هنا واحد. الا امتة لما السيجنال دي تشتغل. حسب الclock signal اللي تحت. الclock signal اللي بتحدد. امتة قلقط البيانات وامتة. اكني كده الclock signal دي عاملة كده. اكني حاجز. اكني حيطة في الوش. جواها بوابة. حلو؟ البيانات لا تعديك. غير لو الclock signal اشتغل. فانت لو هنا مثلا. ده لسه في البداية. ما عدناش حاجز. حلو؟ لو انا دي كده صفر مثلا. على سبيل المسال. وده كده صفر برضو. اول ما. لو الclock signal وقفة. مهما تلعب هنا. مش هتعدي حاجز. مهما تقعد تلعب. لو خليت ده واحد. برضو مش هتعدي. لو لازمان دي تشتغل. اول ما الclock signal تقول لك. يا الله عدي. خد لقطة. زاكرة. سأقول لي. هو ايه لازمته. سأقول لك ده بيعمل. one bit. storing. بي store. storing. بي store one bit. طيب احنا في الجهاز نخزن ايه؟ حاجات بالجيجا. فنحتاج من ده. ألاف وملايين وارقام ضخمة. وقال لك. لا نريد ان نشتغل على الرجسترز الاول. امشي حتة حتة. نعمل ايه في الرجسترز دي؟ او اللي هي درس النهاردة. نعمل في ايه؟ قال لك انا اريد ان اخزن اربعة bits. مثلا. اريد ان اخزن اربعة bits. اعمل ايه؟ اجيب اربعة من هذا. اجيب اربعة. ادخل اربعة inputs. اخرج الاربعة outputs. يعني اخزنت اربعة outputs. هده الفكرة. فأقول لك بساطة جديدة. تعال. اوريك تخزن ازاي اربعة bits في الجهاز تاعتك. شوف الرواع بقى. اتعلم ازاي تخزن فعلا على الجهاز تاعتك ازاي. وان ازاي عمين نطلع بالمستوى. بدأنا من تحت خالص من الترانزيستور الزمان. عملنا بها الجهاز. الوجيك جيت. بعدين عملنا بها ايه؟ جهاز مقفول على بعض اسمه. هنستخدمه ده حتى نعمل حاجة اكبر. بتخزن اربعة bits على بعضها. بلوكة كاملة. فهنجد كده مربع. اللي هو ديفليف لوب باية. هل هو كده. ديفليف لوب باية. وناخدها كده كوبي. نعمل منها اربعة. اوش هنت عايز ان تخزن اربعة bits. لو عايز اخزن ألف bits. هعمل نفس الكلام بس ألف مرة. ولا يهمني. او يلا. هل هنا نزبطهم في السنتر كده. حلو. وعندي هنا. فيه طبعا بقى انواع. خدتها انت زمان مع الدكتور. مفروض يعني لو سمعت دكتور اي حد. اي من واهبة مثلا. دكتور اي من واهبة. كان نشارح حولك. فيه انواع منها. فيه بررال الانبوت بررال الابوت. فيه ننا دخل حاجة انسيرز كده ورا بعضها. فيه طرق كثيرة في صناعة الرجستر لحدثات العربية. او صناعة البعض غام بعضها. هلق ra نعمل بنوع بسيط قبل هو البرال الـ ابل الى الابوت. فانا هندخل هنا افترض ان انا عندي ايه. عندي في كل واحده. يمكنسوا منها الداتة اللى انا امرييا ادخلها. او يمكنسوا منها الابوت يعني بشكل عام. و ه SRT في كل واحده. ما نوزعهم بهذا لنا. Legit sounds. جميل. وهنا له قو. موسيقى اوه Grad موسيقى اسمج المولاد موسيقى هنا. ملتقي. هنا نفس الـ Clock. نفس الـ Clock. نفس الـ Clock. نفس الـ Clock تقول لي ثانية. هقول لك بص. هذه الـ input جامعين فوق. هذه الـ input الثاني. الـ input الثالث. الـ input الرابع. العلبة السحرية دي هتحفظ لنا ايه? هتحفظ لنا الأربعة الا 4'ا. ويطلع الناتج.연ه الـ output الـ output الثاني. الـ output الثالث. الـ output الرابع. خلاص. 4'ا. دخلوا. هيتحفظوا. يطلعوا 4'ا. ازاي بتحفظوا? مش صح. اهو عملنا فوق. عرفتك الدايرة اللي بتحفظ الموضوع ده ازاي. كل علم من دور جواه الدايرة دي بتبقى صغيرة جدا وحجمها يعني بسيط اوي. طب اللي اللي هيخد اللقطة بقى. اللي هيقول لي يلا اسحب الاربعة ودخلهم على الاربعة او بوتس. في نفس اللحظة. مين اللي هيعمل كده? الكلوك سيجنال. اللي هي الساعة بتاعتي. الكلوك بتاعتي. هتعمل ده في نفس الوقت او لفقات مختلفة? لا في نفس الوقت. انا عايز اخد الاربعة مع بعض اخرجهم على الاربعة او بوتس ادى السين تايم. فهعملهم كلهم بنفس السيجنال. هنجي ناخد كده. انا اسألنا كده. انا خط واحد كده. وفي كل مرة هنوصله بي. نفس السيجنال. نفس السيجنال هتمر على كله. هقول لك ليه دلاتي. اهو. على سبيل المسال انا دلاتي عايز اقول. اللي علبة دي عايز تقرأ اربع بيانات ادى السين تايم. عايز اذكره صفر واحد صفر واحد صفر واحد. الاربعة دون مع بعض كده. ورقم على بعضه. فمثلا كانوا كده. في واحد هنا. وفي صفر هنا. في واحد هنا. في صفر هنا. او ما حطت بره على كلوك واحد. ايه يحصل كل الاربعة دون هيتنقله هنا تحت. مباشرة. افترض نياد دين بتمشي كده. بس كلام بسيط جدا. فانا عملت عمية تخزين للبيانات بطريقة الكلوك سيجنال. لان انا موصلها بالاربعة في نفس الوقت. فلما هيجوا يقر هيقروا مع بعض. فهمت الفكرة؟ صحيح. انه يعني مبدأ التجريد الذي ترك عليه. اهو. كل ده في يوم الايام. هنقفله كده. اهو. اهو. هتقوم ريح شارع علبة من السوق. لها اربعة رجول. اربعة بنز كده للإدخال. اربعة بنز بيخرجوا لك. بس كده. واحدة بيخش باربع بيانات بنخزينهم. بيطلع لك اربعة اوبص متخزنين. هو دقيما انت مخزنة بداخل هذا. اسمه ريجستر. المعلم ده اسمه ريجستر. نكتبه بكده بالتفصيل شوية. ري جستر. ده عنوان الدرس التعليم. انت بفوت خطه زمان كتير. وليه طرق كتيرة وانواع كتيرة. ده اسمه ريجستر او ريجستر او ريجستر. ده كم فور بيتس. يا فور بيت ريجستر. فده ريجستر بيخزن اربعة بيتس. طيب عايز اخليه خزن ستاشر. ايه المشكلة? حط استسر من دول جميع بعض. هيبقى استسر رجل واستسر رجل واستسر رجل واقل. فعايز اخزن اتنين وثلاثين. زي الفل. عايز اخزن اربعة وستين. وده احدث حاجة موجودة لقتيه طبعا. ان كون الريجستر بتاعتك كل واحد يوم اربعة وستين بيت بيخزن اربعة وستين بيت. فلو جبت كده الشكل ده في النهاية. البلوك ده زي ما احنا عملنا فوق الدايرة. واختصرناه في شكل مربع. حبة المربعات دول مع بعض. هنختصرهم النصر. يعمل لها حاجة اربعة اربعة كده. ويقول لك ده اسمه رجستر. يعني ايه مكان لتخزين اربعة بيتس. هذا يحط فيه في يوم الايام واحد زيرو واحد زيرو. واحد مش عارف ايه. طب ايه اللي جوها يعني المربعات دي ايه اللي جوها. التفاصيل اللي عملنا نشرحها فوق دي. يبقى عمين نمشي على الابستركشن اللي شرحتوله. كل شوية بندي تفاصيل ونشيل التفاصيل نديها بشكل مختصر. نحطها بشكل اكثر اختصارا. لحد ما تصل ان اقول لك يا ابني. اعمل لك كده. هذا كمبيوتر. بس والله. يعني انت تفضل ناشي بالطريقة دي حد ما خلاص. عملنا برنامج. مبروك عليك. فده بنسميه. فوربيت رجستر. بيخزن اربعة بيتس. عايز اخليه بيخزن ستاشر. عايز بيخزن مش عارف ايه. في يوم الايام بقيت لاني بقول لك ده على بعضه كده. خلينا ننجز وقت. او مرصص لك واحد اخو تحته. واخو تحته. ونعمل الري. بس بقية الكلام. بس ده منشوقت ونشرحه. الحاجات دي نوع ما ادفانس شوية. على مستوى الدرسية. هنعمل مصفوفة من الكلام ده. نرص رجسترز فوق بعضها. نرص مثلا اربعة وستين رجستر فوق بعضه. كل واحد فيهم اربعة وستين بالعرض. عارف الشكل ده يديك ايه؟ يديك مربع من الرمات اللي عندك في الجهاز. حتى كده في الرمات. بس تبقى مصفوفة ونستغل عليها بطرق معينة عشان نسهل العمليات الايه؟ نقال العدد للسلوك اللي بنستخدمها. كل ده منشوقت وقلوها جلقتي. لكن فكرة انك تقفى ان الميموري اللي عندك اللي شغالة. اللي هي الرمات يعني من جوها منتقسمة كده والله ليس الا. رجسترز فوق بعضها. كل واحد مكوم من يا اما اصدار بيت. بالعرض. اما اصدار بيت بالعرض. او اثنين وثلاثين او اربعة وستين. حتى كده تتحمل برامج بيقولك انت جهازك شغال بقانه نمط. يعني معين فيه فرق في الحاجات دي شوية بس خلاننا نتكلم من شكل عام. فكل جهاز الرمات بتاعته ليها نظام معين. هل هي اربعة وستين بيت. العرض بتاعها. ولا اثنين وثلاثين ولا الى اخرى. طيب الطول بقى اللي يرتفع ده بيعادات كبيرة. على حسب انت اقول لك انا الرمات بتاعته تمانية جي جا رام. او او استسر جي جا رام. الى اخرى. وظيفة ده ايه? لما اشغل برنامج اللعبة اي ان يكون. اللعبة دي محتاجة تشتغل. تحتاج حاجات تطلع وتنزل ومعادلات تتم. وحسابيات معينة. ففيه متغيرات. فهي خزينها كلها هنا. سواء الامبوت او الابوت او الناتج المعادلة او خارج مش عارف ايه الاخرية. احط الرقم الاول هنا. رقم التاني هنا. احط هنا الناتج المجموع. خلاص. انا عرفت رزمة الايه? الريجستر دي. حبة الريجستر زر مع بعض ملف سجلات. يعني سجل اصلا. سجل من البيتس. اما حط سجل مع سجل مع سجل يعني ديني رجستر فايل. مجموعة من السجلات على بعضها كده. كل رجستر فايل ده بقى اقدر عمل عليه عمليتين. شفت انا دخلت لك في الدرس على طول او. اقدر عمل عليه تو اوبراشنز. ايه هم? ياخد. لا احسن عايز افصل شوية عشان ايه? عشان انا ملضم لاشته كله ببعض. انت كده حد لا تفهم ان انا كل واحد من لفوق ده ليه عدد من البيتس. كل بيت عبارة عن ديفليف لوب. كل ديفليف لوب مكونا من اللي قلناه فوق. جبناهم لصمناهم مع بعض. بنفس الكلوك سيجنال. رصناهم جانب بعض. عملنا رجستر. رجستر مع رجستر مع رجستر مع رجستر. عملنا رجستر فايل. لحد هنا انت زال فايل. ده عنوان الدرس. حلو? هنعمل عليهم ايه? حجم اثنين. يا ريدين. يا ريتين. اعلمك ده ازاي? خلينا اخد نفسي واجيلك. عشان ما وضعتها فيه جدا والله بسيط. وكده خلصنا الدرس اصلا. وانتقدر تحل مسألة الشيط حتى. مسألة بسيطة. بس فيه تريك كده كده هسيبلك للايه? للدرس الجاي بتاع الشيط. فخليك معي. طيب نرجع تاني. ازاي ما قلت لك انت لحد لا تفهمت يعني ايه? ديفليف لوبس. وازاي ما هيكمه. ايه ومع każdy معنا. ازاي عملaret نهاية البيت ايه؟ ازاي من هم مع بعض عملنا ازاي رصينا recordstrs. في فوق بعض وعملنا حاجة اسمها register file. ايه وظيفتك في الدرس ده? حاجة واحدة فقط. ازاي اتعامل مع register file ده؟ register file ده زي ما قلنا وبرا عن حبة ايه? حابة register sufوق بعض. ايه اللي اقدر اعمله في registre z. حاجة جميلة جدا. بص ايه اللي اقدر انا اعمل حجم اثنين. يقرأ يكتب. يعني يقرأ يكتب. دعنا نشيل هذا هذا. انا يا اما احتاج اعمل حجم اثنين. يا اما احتاج عبي بيانات هنا. هي احتاج اسحب بيانات من هنا. يعني انا بلعب اللعبة و انا مشغل البرنامج و انا فتح معك البوردل الموجودة دي. عشان ارسم اي نقطة على الشاشة او عشان اعمل احرك القلم او عشان اعمل اي حجم حاجات دي. فانا بحتاج طول الوقت بتعمل مع الميموري بخليها تعمل ايه? ده طبعا بيحصل ملايين مرات في الثانية. زي ما قلت لك انت تشتغل بالجيجا هيرتز يعني. جيجا هيرتز يعني مليار دورة. الجيجا يعني عشرة وثلاثين لو لا تعرفش يعني. الجيجا عبارة عن كام? الف اربعة وعشرين ميجا. والميجا الف اربعة وعشرين كيلو. والكيلو الف اربعة وعشرين اسمها ايه? بايت. والبيت تمانية بيتز. الرقم ده هو عدد المرات اللي انا بعملها في الثانية الوحدة كدورات لما يكون شغال بالجيجا هيرتز. فرقم ضخم جدا جدا جدا. ففي كل دورة منهم ايه? بعمل حجم اثنين. يا بقرأ بيانات موجودة في الزاكرة. سواء انا بحمل اللعبة مثلا في بيانات مثلا عايز اعرف. انا بروح بحوض دماغي في اللعبة. البيت اللي على الشمال اللونه عامل ازاي او شكله عامل ازاي. ده كله عبارة عن بيانات. بقرأها. يعني بظهرها بسحبها. حلو يا ام حاجة تانية. اما انا بدوس اطلق نار. اما انا بنط. اما بعمل مش عارف ايه كل ده اوامر انا بديها للجهاز. يعني بخزن جوا بيانات. الجهاز تقال له او اللعبة متقال لها. لو خزن فيك البيانات مو كذا كذا كذا. اعمل لي الفعل الفلاني كذا كذا كذا. يبقى يا ام هخزن بيانات. يا هسحب بيانات. عملية التخزين دي بنسميها writing. بكتب بيانات. بحط بيانات. writing بسحب بيانات. بريد بيانات. بقرأ. reading. يبقى انا نهاردة باختصار شديد. عايزين يعرف. يعني ايه register file. ازاي نكتب عليه. ازاي نسحب منه بيانات. يعني ازاي اضيف انا بيانات هنا. وازاي اسحب انا بيانات مكتوبة بالفعل. طيب. هل انت هتكتب يدوي يعني انا عرفك الميكانزم اللي نكتب بيها. لا يد ما احنا قلناها فوق. ما هي مجرد نانا ايه. هارزع هنا ال input. حلو. ادوس على clock. طلع على output. خلاص. ده كده ايه. كتبنا. طب حاجة تانية. حلو. هحط البيانات فوق. حاجة. واجه تحت على ال output ده. اخذه. اعمبي اللي عمله. كده انا قريته. قريت ال output. يعني. كلام بسيط جدا. فهي ال register لوحدها مجرد ان انا اعمل لك register كده. وقول لك دخله سهم. انا كده بكتب عليه. او اعمل register وقول لك خارج منه سهم. انا كده بقرأ منه. خلاص. لان انت عرفت ايه. عرفت الميكانزم من جوه بالتفصيل في فترة سابقة. اللي هي في اللحظة دي. دلاتة نعمل مبدأ التجريد. خلاص. هنلم ده كله في علبة. واعمل سهم خارج وسهم داخل. مش محتاج بقى اكتب كل مرة عندي اثنين وثلاثين سهم داخلين. واثنين وثلاثين. هذا حرب كده. مش من صمم يعني. فاهم. فدائما في التصميم بيناميلي اللي هنبدأ ال abstraction. يا رب تحفظه تفهمه. فهنعمل القراءة ازاي. والكتابة ازاي. بمبدأ بسيط جدا. حلو. انا فكرتي الوحيدة دلاتي. انا عندي. وليكن اربعة. او خلينا نقول بمسلا. اربعة. خلينا نشتغل على اربعة. عندي اربعة ريجسترز. احنا عمدنهم فوق صح. يا رب الحق ايه. اجيبهم من غير ما يتوسخ. اه مسلا هوا. خلينا نشيل دول. شيل ده. شيل ده كله. والله عظيم كلام لعب عيالي. انت هتفهمه حلوه بس ايه؟ ركز معنا. اهم حاجة تركز وتعمل بايدك. ما تسمعش بعد ما تسمعش حلقة وتخلص وانت تنام. لا. اعمل كل حاجة بايدك لما خلص. وانت اصلا تنافسك خلاص بقيت. هذه هي. انزل تحت كده. حطهم هنا. عندي اربعة ريجسترز فوق بعض. عايز اعرف. ازاي اقدر اقرأ الاول منهم. يعني ازاي يحدد. احنا مش عايزين نقرأ واحد بعينه. لو واحد بعينه هعمل خط كده اقول له خلاص هو ده اللي اخد قريتك. لكما مش عايز جنب الكميوتر اقول له خد رقم واحد. وبعدين يقرأ رقم تسعة. لا انا عايز حاجة تسلكت مباشرة. انا من بره كده اقدر اقول له اختار خمسة يوم هو مطلع خمسة الواحدة. مش انا انا روح اماسك خمسة وموصل سلوكه. لا. انا هوصل كله. ومن بره ادي تأسلكت. اقول له خرج خمسة. يوم واخد البيانات اللي في خمسة. خرج اربعة. يوم واخد اللي في اربعة. خرج مية اربعة. يوم واخد اللي في مية اربعة. وهي كذا. فهنعمل اول حاجة. هنرقم ده. عندي كامرة رجستر اربعة. فهنرقم ده. هقول ده رجستر زيرو. ده رجستر وان. ده رجستر تو. ده رجستر سري. صح? هدي كل واحد كود. زي ما بنعمل زمان. كل حياتنا كلها. بنسلكت ازاي. ده عبارة عن مثلا زيرو زيرو. هم اربعة يبقى هسلكت باثنين. لو انت متعرفش يعني. لو عندك تو باور ان احتمال. هتسلكتع فيهم بان احتمال. بس الليكتب بينهم او بميزة بينهم عن طريق ان من الاحتمالات. فهنا يبقى صفر صفر. ده عبارة عن صفر واحد. اللي هو قيمته واحد يعني. ده اثنين يبقى قيمته. صفر واحد بالمنظر ده. وده واحد واحد عشان يدينا ثلاثة فراخ. فكل واحد من دول اللي قيمة بقدر اوصله عن طريقها. ليه عنوان ليه ادرس. هيا ده بقى الكلمة اللي عايزة اوصلها. ليه ادرس. حلو كده. طيب. هعمل ايه? هاخد الاربعة دول مع بعضهم كده هو. ووصلهم على حاجة بتسلكت. مين اللي بيسلكت يا ابني? لو معرفتش تروح. على طول مين اللي بيسلكت في اي حاجة في الدنيا? الملتبليكسر. افضل اختيار للسلكشن هو الملتبليكسر. اهو. اخد الاربعة اختيار بتوعي. يا عم انت ادرس على الشفت. حلو. اهو. اهو. واخد الاربعة دول كلهم. اخليهم يمروا على مين? يمروا على ملتبليكسر كبير. بالله بيقدم. ليس مشكلة. حلو. ادي ملتبليكسر اهو. عبارة عن ملتبليكسر في القيم. ماكس. ماكس عبارة عن ايه? بيبقى فيه مثلا اه اغلينا نسميه ماكس وخلاص. يدخله من فوق two selectors. لانه بيسلكتها بين اربع اختيارات. في يدخله two selectors. ال two بيفرقه بين اربع حاجات. كان انت قديم. لو لم يفهمه يبقى انت تصبح على نفسك بالعسل. طيب. ويخرج منه كم output? just one output. الاوبط اللي يخرج هذا مين? اللي انا عملتها عمية selection. طيب. ايه ايه اللي بيحصل دلقتي? انا مش هم حاجة. انت بتعمل ايه? اقولك بص ركز معي. انا عايز اختار مين في دول اللي بياناته هتخرج من عندي هنا. فقمت وايخد البيانات بتاعته بسلكة. تقول ليه مش هم اربعة مش هم تمانية bits او لك ان شاء الله يكونوا مية. اخدهم كلهم معها سلكة كده مجازا. يعني السلكة دي اكنها سلكة في شرطة كده. خدت البيتس كلها. خدت كل البيتس دي مع بعضها. لان دول اصلا من جوة عبارة عن ايه? عبارة عن فليف لوب. كان بقى فليف لوب. كل واحدة خارج منها س acreditas متخزنو داخلها. اخد بيانات دا ودخلها في الان اخد بيانات دا ولوجدها في الاربعة على الملتيبليكسل. ومن فوق سلكت من الداخل الذي هو عدده. ف لو وقت له فوق صفر صفر ع identification سأقول لي عدي بيانات بديينة هعني حديدها. تم تعطيها على الب?, يعني دعنا اقره. هي اخد بيانات ولا سلكم ال нашه اليوم ان اذهب ان نكمل بشكل واذا Stunden Laqiyama must be plus i 않은ه wir on work. نحمل ان نحن الفيضة النهاردة كما اقرى من el من الريجستر فايل. اهو خلينا نحدد كله كده. نصغر سيكا. هاتو كده في النص. اهو. يبقى انت كده عملت وظيفة القراءة. عملت ايه? جبت عدد الريجستر زين معي. خدت بياناتهم كلها. مرتها على ملتبليكسر. عملت فوق تو سيليكشن لاين. او تو سيليكتورز. حلو. بحط عليهم الرقم اللي عايز اخلي الملتبليكسر يقرأ او يعدي الريجستر بتاعه. لو عايز اعدي الريجستر ده. يبقى رقم اثنين. يعني ايه? احط هنا. خلينا بالترتيب كده. صفر واحد. او يبقى هنا صفر واحد. او يبقى هنا صفر واحد. اول ما احطت الرقمين ده. هيبقى طبعا معي ده تشيط بره. لو انا بفترض ان انا بعمله يدوي. لكن الكوبيتر بيعمل ده الواحده. فهمي الفكرة? بيربط ده بالزراير بقى وبالماوس. كل دغطة ماوس انت بتسليكت حاجة تطلع منها بيانات او مكان تكتب فيه بيانات. ما تفكره انت بتكتب بتدوس كده على الموس وفيه سحر جوه بيحصل. هو ده اللي بيحصل بالزرط. بنربط الدغطات دي بسنسورز. السنسورز تتحولها للاشارات. الاشارات بتسليكت هنا. يتكتب عليه او يتسحب منه. بس طبعا بيحصل بقى مئات مش مئات. مئات الالاف من العمليات في الثانية. حاجة ضخمة جدا جدا. ازي ما قلت لك اللغز الاوحد في عمل الكمبيوتر وتحويل البساطة دي للتعقيد اللي بتشوفه في البرامج هي السرعة. كلمة واحدة. السرعة. اللي انت مشايف ان ايه ده مجرد صفار ووحايد ده هيعمل ازاي اللعبة في الاخر تشتغل. اللي هيعملها ان حاب نعمل ملايين العمليات في الثانية. ده اللي بيشغل اللعبة. لا 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 لكن لو مجرد بجمع واطرح. يعني لو قلت له هاتلي بريد بورد عمل بها لعبة زي بابشي. ده انت مستحيل. مستحيل فعلا. حاجة انا اجيب بريد بورد عد الكوكب. لكن انا اعملها على الكمبيوتر جوا بنفس القطع الصغرى دي بس ملايين المرات في الثانية. عشان كاي بيطلع لي النتيجة انت بتشوفها. بقى اره و بكتب. بقى اره و بكتب. وهكذا. يبقى انا دلاتي لو عايز اقرأ من اي ريجسترز. بقى اقوم جايب ريجسترز و اصنفه بعض. مدي كل واحد عنوان بنسميه الادرس بتاعه. الادرس ده بحدده بالسيليكترز على الملتبليكسر اللي دخل في كل الداتا بتاعة الاربعة ريجسترز او اي ان يكون العدد. وهو بيسيلكت مين فيهم اللي هيعدي. مين فيهم اللي هيخرج. مين فيهم اللي هيعمله ايه? اللي هيعمله القراءة. بنسمي الى طلع ده اسمه بقى ايه. ندي شوات مسامية ده. ريد. داتا. اللي خارجه دي. وده سيليكترز. سيلكتورز. حلو؟ وهنا بنسميها ادرس او ريد ادرس. ريد ادرس. اذا انت كان عرفت ازاي ميكانيزم القراءة من حبة ريجسترز في بعض. اذا انا اقلوا شوية حبة ريجسترز في بعض. هنسميها بقى ار اف او ريجستر. ريج او ار اف وخلاص. ريجستر فايل. ده على بعض اسمه ريجستر فايل. ازاي اقرأ منه. تقول لي ااخد بيانات كل واحد فيهم. ادخل على الملتبليكسر. سيلكت مين يعدي؟ اللي عدا ده خلاص انا كده اقرأته. ليس الا والله خلصنا يعني حقا. الحاجة اللي وراها ازاي اكتب عليه. نفس المنطق بالذبط. بس الفرق في الكتابة ايه? ان انا عايز خلي بالك بقى. في الكتابة حتى اميي بتغييرها بمالتبليكسر. الملتبليكسر ده اقول لك انا ادخل بيانات هنا وتمشي مطرح ما تمشي اقفل الاربعة لا انا اريد حاجة تعمل العكس. من الذي يعمل عكس الملتبليكسر؟ الديكودر. الديكودر يعمل عكس بيعمل وظيفة يعني يبقى كأنها عكس الملتبليكسر. انظر ان اركز في ان انا عمله دلاتي. عشان انا باختصر حياتك كثيرة وضع انا نفس اشرح ذلك بالتفصيل بس عشان الوقت. يعني الناس كلها بتشتكل في الوقت وانا مش ايه. مش عايزين نزعل حد. الديكودر ده بيعمل ايه? ده لو دخل لك سلكتين تو انبوتس هيخرج اربعة. هقول لك دلاتي معنا كلام دائل. حلو? لو انا بقول في الديكودر. لو دخل انبوتس يخرج تو باور ان اوتبوتس. طب هذه الاوتبوتس دي كلها بتخرج ازاي? قال لك لو انا دخلت هنا مثلا زيرو ون. على بعضهم كده هو زيرو ون. يعني جمي بعض كده زيرو ون. حلو? ده رقم كام? ده رقم اثنين. طب مش السلكة بنتعتبرها رقم زيرو. وده واحد. ده اثنين بثلاثة. صح? اربعة اكنهم ارقام. دول بالبيناري اكنهم ايه? اكنهم صفر صفر. السلكة دي اكنها صفر صفر. وده اكنها واحد صفر. وده اكنها صفر واحد. وده اكنها واحد واحد صح? بالترتيب كده زي كل مره ما متعاودين. مبرمجين الجهاز ان يعمل كده. صفر صفر ده يعني ايه بار بي بار. ما تشتقم دائق موخة تقول لي يعني ايه صفر صفر يعني. يعني السلكة بتخرج بتيجي لما يكون ايه بار وبي بار. ده ايه وده بي. فخليك بقى انت متابع معنا كده من اللوجيك زماني. فانا اقول له ايه? اوما تحطروا هنا صفر واحد اكني بقول له. خلي الفرع ده. الفرع ده هو الوحيد اللي يخرج بواحد. والبقين صفر. البقين كلهم خليهم صفر. يبقى الميزة في الديكودر مش بيخرج output واحد. بيخرج two power in outputs. بس فيهم واحد فقط الموجود. والبقين كلهم صفر. طيب ايه الذي انا استفدته في الحلقة دى? ان انا ساخذد هذه الصفر كلها. وقريها توقف الanturities الذي لاعيز أكتب عليها. وخلي الواحد يشغّل ال Milanic przyby address الذي انا اريد اكتب عليه. يبقى كانت نجحت في ان ا warten duoca من الذين اكتب روحه ووقف البقين كلهم. يبقى لو انا معي ده 10塔 semi saga. خلو? اوصلrió مع لا انا اريد اكتبها في رجستر معين. فانا اللي احدده من بره هنا. طيب اعمل ده ازاي? وايه فايدة الصفر كل واحد ده ازاي? ازاي? ايه الحاجة اللي في رجستر تشغله او تصفيه? حاجة واحدة فقط. بسيطة جدا. تعال كده اوردي لك. تعال ننجزبها على طول. عندنا ديكودر. وهنشتغل على اربعة رجستر. زي المرة اللي فاتة. كمثال مبسط يعني. خلينا نطلع كده نجيبهم من فوق. اهم. خلينا نشيل ده خالص. نمسح. يا رب بقى ايه. يا ليالي الحن ايه. يا سلام. يا ليالله الله. انزل. يا سلام. فنان فنان. عايزين دول بقى. الاربعة دول. عايزين نسليكت من هنا. انا ممكن. ايش خلاص لقى. عايزين نهيبت. عايزين نعمل فيهم عملية ايه. عايزين نسليكت من فيهم هيتكتب عليه. فهقول لك فكرة جميلة جدا. احنا نعملين ده كده اهو. وهقول لك ان انا عندي هنا اه اربعة. يبقى سيكتب two lines. ادي الاولاني. ادي الاولاني. ادي الاولاني. ادي الاولاني. هيخرج عندي هنا اربعة. كل واحد فيهم متوصل. برجسر معين. كل واحد فيهم متوصل. برجسر معين. برجسر معين. صح؟ مباشرة كده. طيب. اه. اه. لو انا قلت له هنا مثلا. اه. صفر صفر. فبقول له ان الاولاني ده اللي هيكتب عليه. يبقى الفرع ده هيطل عليه واحد. صفر صفر. يعني تطلع الفرع الاولاني بس هو اللي طلع عليه واحد. والبقين طلع صفار. ده هيطل عليه صفر. ده صفر. ده صفر. طب. اهي الحاجة اللي في الرجسر؟ اللي لما يجي عليها واحد بيشغل الرجسر. ويجعله قابل ان يكتب عليه ويستقبل بيانات وعندما يجيش عليه واحد ما يشتغلش طيب انا خلاص لما حطيت هنا على الـ Selectors 00 اكين اقول له خلي الاوان ده اللي يشتغل يعني خلي الاوان ده اللي بواحد والبقين كلهم صفار ايه الحاجة بقى اللي موجودة في الرجسر نفسه اللي لما دخلها واحد يشغل الرجسر ويجعله مسموح انه بيانات تعديله وحاجة تانية لما خليها صفر توقف الرجسر وليس خلالش حاجة تخشه له اصلا او ما تخليش اصلا يمكن تخزين البيانات فيه ايه الحاجة اللي جوا كده الـ Enable او ممكن نقول انه هي الـ Clock فاكر الـ Clock لو خليت الـ Clock بواحد خدت لقطة سمحت بتخزين بيانات سمحت بتخزين بيانات يعني لو دخلي هنا Data معينة والـ Clock بواحد هتعدي Data وتتخزن طب لو دخلي دفس Data بس الـ Clock بزيرو مش هيعدي لـ Data ولا هي اصلا ولا هيخزن اي حاجة اصلا فدل انا عايز اعماله الفرع الـ Decoder مهمته الوحيدة يوقف كله ويشغل واحد فقط اللي انا بحدده يبقى هذا صفر صفر مثلا هذا صفر واحد هذا ايه عم انت لا الصفر الاول حلو انا قلت له صفر صفر فهيشغل الاولان فقط والبقين كلهم يبقوا صفار مش هيشتغله ايه الحاجة اللي لما دخلها صفر حلو توقف ولما دخلها واحد تشتغل في الـ Regisser اللي هي بنسميها الـ Clock خليها مجازن الـ Clock او خلينا نقول C C C اللي هي حاجة اللي بتشغله او تطفيل حاجة شبه الـ Enable حاجة شبه الـ Enable حاجة شبه الـ Enable فهم الفكرة طيب اه جميل ده كده هيحدد من ده يعمل والبقين يقفوا فين البيانات اللي هدخلها فين الـ Data اللي انا عايز ادخلها اصلا هقوم جايب كده من بره فرع فيه البيانات اللي انا عايز اخزنها انا مثلا عايز اخزن اربعة بيتس بس هاخزنه في الاربعة اللي فوق ولا الهنا ولا الهنا ولا الهنا فعشان كده جدت الـ Decoder يفتح اللي فوق بس ويقف البقين فهمرر البيانات دي على الكل اللي هنجيبه كده اهو هايزين اللي هم مختلف احمر بسا ادي البيانات اللي جايبتعتي وهو مطالع كده تتوصل بدا تتوصل بدا تتوصل بدا تتوصل بدا يبقى انا وصلت البيانات بكل الاربعة ليه؟ عشان هي ممكن تتقري من اي واحد فيهم انا عايز الفرع بتاعي اللي بدخل منه بيانات اللي هو الـ Input الـ Data Input بتاعي اقدر ادخل بيانات لأي مكان في الميموري بتاعتي لكن وانا بدخل البيانات هقوله من هنا دخل هالي في الرقم فلاني دخل هالي في الرجيسر اربعة في الرجيسر ثلاثة يبقى لازم انا وصلها بكله لان انا في اي وقت ممكن احب ادخل تحت او اللي ده او اللي ده او اللي ده او اللي ده على حسب المرة اللي بدخل فيها انا مش ادخل مرة واحدة انا اخزن بيانات عدد كبير او من المرات فانا ممكن اقول له ايه ماذا دخل في الاولاني البيانات الفلانية بعدين اقوم مغير الـ Selectors اقول له دخل في الرجيسر رقم ثلاثة البيانات الفلانية و هكذا فلازم انا وصل الفرع البيانات بكله في نفس الوقت حلو وده بقى اللي هيحكم البيانات هتخش فين فلو انا الى الاولاني ده ايه المنور يبقى الـ Cloak الاولاني هي الشغالة او الـ Enable الاولاني هو الشغال يبقى كنت يقول له دخل ال data اسمح لها بالمرور يبقى تخزن هنا و هنا خلاص هل تتخزن خلاص ترصت؟ البيئين هؤلاء أصفار مين الاصفار؟ اللي هي ال clock فليس سيلقطوا بيانات أصلا داخل زي مش داخل، لا تريد عازة، لا تتخزن اللي هيتخزن هو مين؟ هو اللي بياناته موجودة؟ كلهم بياناتهم موجودة وأهم نقطة تانية اللي تتشغل ال clock لكن البيئين هؤلاء ليست شغلة، فليس سيتخزن أي شيء اللي هيتخزن هو ال registrar الأولاني فقط داخل زي ما عملت له كده قمت له 1 1 0 1 0 يبقى أنا ستخزن في هذا، يبقى فرع هذا الوحيد الذي هي أب 1 والبقين بصفار داخل هذا الهواء بصفر هذا الوحيد الذي يعمل، لأنه ال clock تعمل فيخش البيانات التسيح هنا لأنه ال data وصل على كله لكن الذي يحكم في من يشتغل من من هو ال decoder الأفرع والذي خارجه منه 1 فقط بأب 1 والبقين كلهم بصفار هذا مبدأ عمل decoder حسنا، أريد أن أقوم بتعمل شيء جميل أقود لقتي أنت كده عبيت بيانات وقدرت تقرأ بيانات ليس علاقة بين الاثنين لا أعرف أن أقرأ بيانات من ال registrar غير لو كانت تخزن عليه قبل كده يعني لو كانت كتب عليه قبل كده فأنا أريد أن أقوم بقى الميكانيزم على بعضها أريد أن يقوم بقى الميكانيزم على بعضها يقدر يقرأ ويكتب في نفس الوقت يكتب الأول، ثم أقرأ اللي كتبه التو ميكانيزم أبداً حسنا، نعمل ذلك كيف؟ تعال إلى وجهك نعملها كيف؟ هقول لك أنا عندي أربعة registrar هنا نعملهم بقى المراضي مفصلين شوية نعمل كله أبيض، الأجهزة تبقى أبيضة دي آخر حاجة في الدرس أنا كده خلصت يعني الدرس ده أنا مكرويته شوية عشان عشان الوقت والله، لكن لو قريت الورقة هتلاقي الكلام كان مفصل أكتر عشان محبش حد يقول لنا الوقت كان طويل وكده فبتدايق والله يعني فيك أن أنا اللي بتعب في الموضوع وليس هو، ولكن سأتضيق له برده جميل، عندي أربعة registrar متقسمين بقى، وليس متقسمين عن سمين مخلصة registrar وخلص، هاي يبصوا أقول لنا حاجة ونقسمينهم، هاي بص كده مكان وخلص، مكان احنا عارفين ده مثلا 16 bit resistor من جوه هنا فيه ستصر تقسيمة مش هنرسمهم بقى، خلص، احنا فهمنا ده register zero، ده register one ده register two، ده register three حلو، كل واحد يوم لي حاجتين مدخل بيخش منه الوقت ومدخل بيخش منه الـ data خلينا نفترض مجازاً أن C اختصار clock و D اختصار data نفس المنطقة، خلينا ننجز حلو، ده c و data c و d c و d نفس المبدأ من اللي هيتحكم لما اكتب ان الـ register فراني يعمل والتاني لا، هاي بقى لازم نعمل decoder، هو اللي يتحكم في الحوار ده decoder بيشغل أحد الأوتبوت والبقين بيطفيهم فعرفت حين اللي هيتستغلين decoder؟ أظن كفهمت اللقصة جميل، هايخش له كم؟ عايز اسلل كتابين أربع حاجات، يبقى لازم يخش له two inputs نحن ممكن ماشي، يعني two inputs ويخرج منه four outputs الأوتبوت الأولاني هيخرج على C الأولاني والأوتبوت الثاني يخرج على C الثانية عشان لما يحب أشغل التانية والثالثة هتخرج على C الثالثة ما عليش استحملني يعني عشان ايه؟ انت عارب بقى الحياة صعبة وكيدة خلاص، طب هذه هيخش عليها مين؟ هي فرقة واحد بس، بتاعت بيانات اللي جاية من بره اللي ممكن في أي وقت أكتب على أي واحد فيهم فهو مده كده، أوصله مره بدا ومره بدا ومره بدا يبقى هذا الـ data وصل على كله، لكن مين اللي هيمرر الـ data ومين؟ لا، مين اللي هيصلح بتخزين الـ data ومين؟ لا، اللي الـ clock تعمل، الـ enable بتاعه مسموح أن يمر بيانات اللي هو مين؟ اللي هو الـ decoder حدد أن هو المطلوب، لو قلت له هنا صفر صفر يبقى له الـ decoder الأولاني، الفرع الأولاني هو اللي أب واحد، يعني يجعل الـ clock بواحد، يعني يجعل الـ enable بتاعه شغال، لا يجعل الـ regista يعمل، لكن الـ decoder كلهم سيتخلهم صفر، لو قلت له هنا واحد صفر، يبقى هذا يعمل، والدعين صفر، لو قلت له الأخير هو الـ 1، يبقى هذا الأخير يبقى هذا الـ 1، وهو ده الفرع لتعاد الرقم 3، هو ده 1 وحد يعني 3، والدعين يبقى صفر، فليس يعمل، فهمت المنطق؟ منطق مصير جدا، يعني، لا تفهمه، حسنا، أريد أن يتعبوا بيانات الأربعة، أريد أن يعمل عمية قراءة لهم، فأخذ فرع من الأربعة، أخذ فرع من كل واحد فيهم، ببساطة شديدة، بنتمج بقى درسين مع بعض، أو اللي نقصتين مع بعض، أقول لك شيئا حلوة، لأنني أريد أن أدى إمكانية أن أقرأ أكثر من واحد في نفس الوقت، أقول لك، هل نجمع بس دول كده على بعضهم الأول، أدخل دول كلهم على Multiplixer، Multiplixer، أي شيئا فيها selection، يعني Multiplixer، لكي أختار واحد منهم يتقري، ببساطة جديدة، سأخذ أربع أفرع، يحملوا الـ data، هذا الفرع ليس clock، هذا data، سأخذ من الـ data بتاعته، لأنه أربع أفرع في بعضهم، مثلاً من أربعة bits، أو استثار فرع في بعضهم، أو استثار bits إلى خير، سأخذ رصة الأرقام التي مع بعضها، التي تخزينها هنا، ويأخذ الـ data بتاعتها، والـ data بتاعتها، والـ data بتاعتها، حلو؟ لكي يمكن أن يكونوا متعبئين، أفترض أننا عملت هنا تعبئة للأربعة، فأنا أريد أن أخذ الأربعة في الـ general، ويقوم بإمكاننا أن أقرأ أي واحد فيها، فأمرنا على الملتبليكسر، يأخذ أربعة inputs، يعني يحتاج من فوق هذا، two selectors، مثلاً two selectors، هذا الـ read الأولاني، ونعمل الملتبليكسر الثاني، ويخرج منه one output، خلص، one output، سيخرج منه، الذي هو الـ registre الذي قررت أن أقرأه، ونأخذ واحد أخو ثاني، هذا، من الشرط أقرأ register واحد في المرة الوحدة، أنا ممكن أعيز أقرأ two register في نفس الوقت، أعيز أقرأ الأولاني، يخرج على هذا الفرع، وأقرأ واحد ثاني، يخرج على الفرع الذي هنا، فأعمل أنظر ملتبليكسر، ونأخذ نفس الـ data، ولكن نأخذها بلون مختلف، ممكن نأخذها بلون مختلف، A, A, A أبيض، واللزرع، هذا اللزرع، هذا جيد، سأخذ هذا الفرع، ودخله هنا، نفس الأفرع، ودخله هنا، ودخله هنا، ودخله هنا، ودخله هنا، خط الأربع أفرع، وهم بزبط، نفس البيانات، يعني أنا أريد أن أجعل الأربعة متحين على الملتبليكسر اللي فوق، ومتحين على الملتبليكسر اللي تحت، أسلكت واحد منهم فوق، وأسلكت واحد تاني تحت، واللاتنين يتقروا في نفس اللحظة، لكي أعطي إمكانية أسرع للجهاز، وهذا اللي بيسرع الجهاز عن التاني، هلتفهم الفكرة؟ وبالتالي يحتاج أعمل هذا، Another to selectors، وهو، وهو، والselector الثاني، طيب، النتيجة النهية كده إيه؟ إن أنا أقدر أحدد رجيسر معين من الأربعة، عند أربعة رجيسر، لديك بداية، center هو البداية، أربعة رجيسر، أقدر أكتب، وأقدر أقر، طيب، أكتب على كم واحد من نفس اللحظة؟ على واحد فقط، ديكودر واحد يبقى أقدر أكتب على واحد فقط منهم، أحدد الذي أريد أن أكتب عليه، يبقى هو الفرع الوحيد الواحد، فبالتالي هو الكلوك الوحيد الذي ستعمل، والبيانات دخل على الأربعة، وهو هذا الـ data، فالأربعة لقطين البيانات، الكلوك بواحد، هو الذي سيتخزن جواب البيانات، والذي سيتخزن جواب البيانات، والأربعين بصفار، فلا يستخزن فيه أي شيء، طيب، عبّنا، 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 مثلا، واخدين البيانات الـ 4، ممررينها على multiplexer ومultiplexer، هذا مرة، وده مرة، هم الأربعة كلهم على نفس الملتبليكسر، وعلى نفس الملتبليكسر، وعلى نفس الملتبليكسر، عشان أدي إمكانيه أن أقرأ اثنين الـ register، هذا الـ same type، أقرأ الـ register على الملتبليكسر للفوق، والـ register من الملتبليكسر للتحت، سيخرج هذا على read 1، سنسمي هذا بقى read data 1، وده read data 2، حلو، بس select من الذي أقرأها؟ أريد أن أقرأ مثلا أنه بيانات، register 1، وده مرة أخرى في الملتبليكسر الأولاني، سأذهب إلى ما؟ على selectors سأسميها مثلا max1، وده تحت هم لتناسهم ملتبليكسر أو max2، هم سيخت بيهم، هم سأقرأ من الملتبليكسر الآخرى، هل تشاهد شيء تكتب و تقرأ؟ هل تشاهد شيء صعب؟ والله أنا مش شايف، سأقرأ بسطة جداً، شيء أخير، إذا أريد أن أعود، مثلاً، أريد أي أن يكون الذي أضحط هنا، حاجة تسمح بالكتابة ام لا. لانك لو قلت هنا ان انا مثلا اتركي ذاتي مش عايز اكتب على اولى واحد من دول. انا عايز اوقف عمية الكتابة تماما. هتقول لي احط صفر صفر غلط. صفر 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 قلت له اوصل له. اوصلت السلوك فاضي كده صفار مطفية. ده اكتب على الاولان. ولو حاطت اي خيمتين هتلاقي نفسك بتلزق في واحد من دول. افرد انا عايز ما اكتبش على اولى واحد. فبقف الجهاز. نوقفه ازاي بقى. نعمل حاجة هنا. زرار كده. او سلكة. اه سلكة. خليها حمرة بقى. سلكة كده. ونسميها راية انيبول. او انيبول. يعني ايه. استمح بالكتابة ام لا. لو ده مطفي. لو ده بصفر. هيوقف كل حاجة. ان شاء الله يكون هنا البلد. يعني حمر وحمر. ليس يشغل واحد في دول. كله هيتطفي. هيصفر الاوبوتس كلها. تقول لي بيعمل ده ازاي. بيصفر الاوبوتس. بيطلعش حاجة بواحد. لانك مهما تحط على الاوبوتس لازم رقم من دول هيتبقى. لو لا يوجد انيبول. مهما تحط هنا لازم واحد من دول ينور. لو حطت صفر وصفر حتى الى ودين هينور. وهذا ما بدأ الديكودر. صح كده. صفر وصفر يعني هينور اول سلك. لكن الاوبول بيصفر كله. فبمعنى كان يوقف الريجيسر كلها. حسنا. هذا الانيبل لو وقفته كما قلت لك سيوقف كله. لو شغلته اقدر بقى اشتغل كما انا شغاليه. يبقى الانيبل وظيفته لو بواحد. سيشتغل كما قلنا قليلا. تحدد رقم معين. فيطلع الفرع بتاعه. فيشتغل. تحدد رقم غيره. فيحدد الفرع بتاعه. فيطلعه. فيشتغل. وهكذا. لكن لو خليت الانيبل بصفر وقفت الدنيا كلها. سعب بقى يعبره عن هذا اكيف. سعب بقى يعبره عنه بالشكل اللي هيكبرك ده. ده خلاص ازاي ما شرحت لك. ده شرحت لك. ده شرحت لك الريد. ازاي تعمل ريد. وزاي تعمل ريت. تعال بقى في الريد. سعب بقى يعمله حركة دي. تشوفه وتقول لي دي ما انت ما شرحتهش. هو نفس انا شرحته بالذات. بس هتلاقي ايه. حاجة يعني. ها. حلوة. مشوحش. بس بيعمله ايه. بيجيبوا الريد انيبل ده. اللي هو الفتاع اللي بيتحكم في تشغيل او الاطفاق. احنا سعب نعمله كده رمز كده على الديكودر. اللي هو اشغل واللطفي. حلو ما سعب بيعمله بالتفصيل بقى سعب بقى. سعب بقى قولك ارسموا لي في الدايرة بالتفصيل. فانا هاخد الفرع ده. ومرره. مع النتج بتاع الديكودر. كله. على ايه. كل نتج على اند جيت. والنتج اطلعه على الكلوك. تقول لي ايه النتيجة دي. مش عقب ناخد الفرع الديكودر. ونوصله على الكلوك مباشرة كل فرع على الكلوك بتاعت الديكودر. صح؟ ليه. عشان لو الفرع اللي طالع بواحد يشغل الكلوك واللي طالع بصفر يوقف الكلوكات. هعمل نفس الكلام. بس الفرق. ان انا عايز اتأكد. لو انت عشان تشغل الديكودر معين. لازم يكون فرعك من الديكودر بواحد. ويكون اصلا الجهاز شغال. يكون اصلا انت مشغل الديكودر. ليس موقف. فلازم امرر كل النابل. امرره كله على كل الديكودر. عن طريق اند جيت. ود وكوننا تقريب إظهرات الطابقةκ؟ إن أخبرWow إن كيف أنت نقطقة القواتك؟ إختيارنا لتصع Oliver نجلح شكل مختصر أي الاند اللي هتطلع واحد هي الاند اللي انت تكون الانبول اصلا شغال يكون الجهاز شغال وطلع لك فرع من الديكودر شغال فدي الاند اللي هتعدي الناتج يشغل كله الانبين كلما هتطلع صفار فهي نفس المنطق بسبب صعب نعمله بشكل مختصر مختصر يعني ايه؟ نعمل كده شرطة على الديكودر ونقول لك اطفاء او تشغيل بس هي في الحقيقة بتتصمم ازاي؟ ممكن نعملها ازاي باند جيتس مع الافرع تحت الديكودر اخد كل فرع ومره على اند مين الذي يسعب معا على اند؟ الانيبل والله الانيبل لو كي عمل بواحد فهيعمل ايه؟ هيبقى كلهم مرون على اند الواحد ايه يمر على اند كل ذلك الوحيدة اللي هتشتغل يعمل الفرع بتاعها بواحد اللي هو في الديكودر نفسه واحد مع واحد اللي بين كلهم سيبقوا الفرع بتاع الديكودر بتاعهم مصفر حتى لو الاند بواحد هيفضل النتج النهائي باستطيع اند بالصفار فهيوقفوا الديكودر على ساعتهم كلها الذي يعمل هو الوحيد الذي فرعه بواحد وهي الانيبل معه بواحد. فقط. طب لو وقفت الانيبل بأصفار كلها دخل على الاند جيت. فحتى لو أنت هنا مخرج أرقام وحيد لا يفرق معي. لأن أصلاً هناك صفر دخل على الاند جيت لك من الانيبل. فهمت؟ هذا يعني طريقتين مختلفتين لصناعة فكرة الانيبل. ممكن شرطة جاهزة على طول. ولا تقول شيء بتعمل إزاي. ممكن تعملها لي اندتييل باستخدام اند جيت. أصلاً انت فهمت هذا بشدة يعني. ايه التصميم النهائي بتاعك ايه؟ اهو يعني. ده التصميم النهائي اللي انت تفهمه في اللي سلايز لكي تبقى انت خلص الدرس ده. لو انت فهمت هذا فانت خلصت. ازاي اعمل حاجة لها read read board يعني مدخل الكتابة. ومخرجين للقراءة. طيب مدخل الكتابة جاءت الديكودر. طلعت منه النتائج. حطيت على الاند جيت مع الانيبل. زي ما قلنا عشان نتحكم بس. في مين يشتغل والبقين يقفوا. ندخل فكرة الانيبل في الموضوع. دخلت كله على الديكودر. ودخلت الديكودر. بالحصة اللي معدي كلها وظيفتها. ستتحكم في مين اللي هيشتغل. لكن فين البنات اللي هكتبها تيجي من بره. فجيب بنات اللي عايز اكتبها يدوياً. بمرها على الديكودر. عشان بأضمن ان انا قدر اكتب على اي واحد فيهم في اي وقت احبه. مين هكتب عليه في اللحظة الزمنية الفلانية اللي هيشغله بالديكودر ده? والذي يكون في نفس الوقت شغاله مع الريض. اللي يكون شغلين اثنين هي اثنين طيب. لا ينفع تقول لي انا اكتب والديكودر ما ديني واحد. إذا كان اصلاً او انا مقفوغ. ولا ينفع الديكودر اللي يكون شغل و تكتب على واحد واحد الديكودر بتاعه مدينة صفر. على الفرع الفلاني. فهم الفكرة؟ فلي يجب ان اتنين يكون واحد في نفس اللحظة. عشان يبقى Data Decoder اللي اكتب عليه مثلا. وفي نفس الوقت ال Data بيوزعها على الكل عشان يبقى اضمن ان انا اقدر اكسس اي رجيسر فيهم. ده كده فكرة نص العملية اللي هي One Write Port. الكتابة. عملية الكتابة. طيب. عملية القراءة. باخد رجيسر ذي اللي اتعبت بيانات. باخد بيانات كل واحدة فيهم. الفرع ده بيعبر عن بيانات الاول. ده بيانات تاني. بمرر كل البيانات على Multiplexer. بمرر كل بنات برضه على Multiplexer تاني. وبسيلكت باستخدام Two Selection Lines. Selection الاولاني. Selection الاولاني. Selection الاولاني. أو Read Register Number. بحدد ان عايز اقرأ انه واحد فيهم. وانه واحد فيهم. عايز اقرأ رخامين في نفس الوقت. فال Multiplexer الاولاني هقرأ منه Register معين. والتاني هقرأ منه Register تاني. ممكن اقرأ ثلاثة في نفس الوقت. ممكن اربعة. ممكن خمسة. اللي احبه. كل ما تعمل Multiplexer. تدخل عليك كل ال Registers Data. حلو. وتسلكت من واحد منهم يتقري. يطلع لك هنا. عملت Multiplexer تاني. دخلت عليك كل ال Data. بتاعت كل ال Registers. واخترت منهم واحد. بSelection Line تاني خالص. سيخرج القراءة تانية. قراءة تالت. لو عملت Multiplexer تالت. وكذا. ممكن يا جف انتحان بيقولك ايه. اعمل لي واحد يكون لي. فور Read Ports. يعني يقدر يقرأ. اربعة في نفس الوقت. اعمل اربعة من دول. سيمرر ال Data بتاعته. فتخرج. فقط. اريد اربعة اعمل واحد من ده كمان. قال لك اعمل لي بقى Two Right Boards. ان انا اكتب على اثنين. مع بعض. على ال Registers الاول مع الثالث. اكتب على ده بيانات. وعلى ده بيانات تانية. هتعمل اثنين Decoders. ده بقى هعمل معك في الدرس ال Detailت. اللي هو اللي جاي. الرابع بقى. بتاع حل الشيت. هجيب لك عليه مسائل ضخمة قوي. ان شاء الله نحلها بالتفصيل. من الامتحانات السابقة ومن الشيت. عشان الحتة دي فيها تركة شوية. لان القراءة انا سهل اقرأ. Register One. مع توف عادي. ده هيخرج هنا وده يخرج هنا مثلا. وممكن اقرأ One مع One. ممكن One يخرج هنا. وبرضه اختار One فيخرج هنا وهو هو. لا يوجد مشكلة. لكن عندما اقول لك في الكتابة. هل سأعرف اكتب في One. ده مختلفين عن بعض. ده المشكلة. هتواجهك مشكلة. فعلينا نضع الاحتمالات الممكنة. نعالج هذا مثل الدايرة. كيف نجعل الدايرة تسمح مثلا بالكتابة على واحد فقط. نجعل الpriority الأولوية للأولين. تفاصيل كثيرة. لسه نقول لها الدرس الجاية. ومش صعبة خالص. حاجة عبط. مفكرة. اصدناك كده نهاردة. خرجت فاهم يعني ايه ده. وحس النوع ايه ده هو ده. خلصنا. بقرأ بكتب. بسحب ودخل. اوه الله هو ده. بس كده. بقول لي في التعليقات لو في حاجة. لو انت ترى ان انا كلام صح وانه فعلا سهل. لو شايف ان انا ببالغ وانه صعب مسلا ولا معقد. بقول لي في التعليقات. وان شاء الله عليك ده الحلقة الجاية. بس كده خلصنا.